اشتركوا في القناة وبضمن فريق العمل مرسي للأم تيفي لأنا عم بتنظم هالحلقات التوعية عن أمراض الكنسر مطلوب بني احكي اليوم عن الساركوم الساركوم صراحة هو من موضوع سائل الساركوم كانسر شوي مزعج لعدة أسباب الساركوم بيضرب كل الجسم من الرأس للرأبة للأفص الصدرية للبطن للأطراف الإيدين للأجرين بيضرب كل الجسم وين في أنسي جي فيه الساركوم يفرغ فيها وسبب التاني أنه كتير مزعج بيضرب الولاد وبيضرب الكبار لك عندنا ولاد عمرهم تحت الخمس سنين بالعشر سنين خمسة عشر سنة بيقدروا يعملوا ساركوم كيف يبين؟ وهل هو أجراسيف لدرجة أنه بيبين بكل الأعضاء فرد مرة أو ممكن يكون عم يبلش بشي معين وينتقي؟ في عدة أنواع ساركوم فوق الخمسين نوع ساركوم لأن كل شقفة أنسيج بالجسم فيها تفبرك ساركوم يبين وين ما كان مثل ما حكينا كيف يبين؟ المشكلة بالساركوم أنه المريض ينتبه عنده شي بيكون دجا قطع وقت لأن فيك ما تحس الشي بالأول بتبين دراني دراني فيها تبين بالأطراف الفؤانية بالإجران على الفخض وهنا بتبين أسرع من البطن بيشوف دراني عم تكبر بهالوضع لازم المريض ما يتركه ويقول هيدا دهنية وما دهنية لازم يروح يشوف حكيم بس هون بتكون صار المرض متطول يعني إذا شيف هالدراني بالأطراف أحيان تتشخص بسرعة لأنه دغرب بيشوف في شي بيان السقالة هي وقت تكون بالقفص الصدري أو بالدماغ أو بالبطن خاصة بالبطن البطن واسع فيها تبين دراني صغيرة تيجي المريض يبلش يحس بشي بيكون التمار كبرت شو في يحس بالبطن بيحس تقل أو بيشوف بطنه بلش ينفوغ أو الورا بيبالش يكبوس على الشريين على الطحال على الكبد على الكلاوة يعني بيبالش يحس في تقل في أوجاع بيشوف حكيم هون الحكيم بده يفحصه أول شي في كم صورة إذا في كنت مرئون نعم رح بيبالش يفحصه الحكيم بيطلب صور أول ما يشوف دراني هؤلاء أنواع الساركومة مثل ما قلت لكم في كتير أنواع فوق الخمسين نوع أنواع مش رح نعود نعدهم كلهم في الليوم الساركومة القسرو أنتستيميل سترومال تيومور الربدميو ساركومة الأونجو ساركومة كل أنسي جي دروبة ساركومة في عندها اسم كتير متفرعين وكتير متعددين وكل جنس بده علاجه العلاج الأساسي تبع الساركومة هو الجراحة هلأ كيف بدنا نشخصه لأن سألتيني إذا حسنا هالدراني بده يشوف الحكيم الحكيم نحي يطلب فخوصات إذا كانت الدراني بالأطراف بينطلب سكانير أو إير إيم أو أوقات بيطلبوا خزعة تيخدها من هالدراني الخزعة بتقول هيدا ساركومة ساعات المريض لازم يتوجه لجراح أخصائي بجراحة الأورع هون بتشوفه كيف فيه يتطور بالبطن والمريض ما بحس في شي غير ما يكون بلش يشوف دينجورة تلعت بلش يتبين من غلاف البطن يعني بيكون داخلي بيبلش يسير خارجي هون بيكون صار متطور يعني بيكون كبر طيب بلش يحس المريض بيكون كبر للأسف هيدا بالبطن بالبطن في يضرب المصارين في يضرب الأنسجة الدهنية تبع البطن في يضرب الشريين البطن في يضرب الدرانات الدنفوية تبع البطن من وراء هول في يمتد إذا تأخرنا شخصه فيه له أسباب معينة أو هو بس سبب جيني لا فيه أسباب غير السبب الجيني يلي هن بعض الأمراض مثل النيروفيبروماتوز والبوليبوس فاميليال فيه أمراض جينيتيك فيها تكون إريديتير وبتنقل اللي عندهم إياها عندهم ريسك أكبر من غيرهم يعملوا ساركومة بس فيه غير أسباب يلي بيتعرضوا للرادياسيون للأشعة للزورة مثل وقت انفجر تشيرنبيل أو باليابان الناس اللي كانوا كتير إقراب من هالأشعة فيه كتير منهم نعملوا ساركومة والريسك الساركومة عندهم أكتر بكتير من غيرهم فيه تعرض لأشياء توكسيك مثل غازات مثل الفينيل كلوريدرات هو لأشياء موجودة بصنع البلاستيك والأساطر البلاستيك يعني اللي بيشتغلوا بهالمعامل معرضين ورأتوا ساركومة في بروديوئس موتورو ترس كنا نستعملوا بالخمسينات والستينات للتصوير للتصوير الشريين والأعضاء بالجسم هلأ ما بعمل بيستعمل لانتبين بيعمل ساركومة في شيء اسمه ديوكسين للأسف هذا لازم نوعي عليه باللبنان الديوكسين هو مسحوق توكسيك بيطلع أكتر شيء وقت نحرق السبيلي والبلاستيك والأعضاء وهالإشياء هذا الديوكسين فيه كلوريدرات وهذا نقدر نتنشأه غازات سامة وفيه يقطع من وراء الجلد بفوت على الجسم وعلى الخلية الديوكسين مئز كتير وهذا موجود باللبنان بكترة باللبنان عم نشوف أكتر وأكتر ساركومة وأكتر سيجيست يلي هو الساركومة طبعا البطن والمصارية كل البلاد يلي فيها حروب ومشاكل وحروق ومثل ما عنا نظل نحرق ونولع زبالة معرضين لهالأنواع دكتر اليوم نحن كمان يعني صار عنا انفجار كتير كبير بأربعة قاب يلي رح بتكون الذكرة يعني المؤلمة بعد كم يوم أدي هالانفجار بالذات ممكن يكون طلع هالغازات أو أنواع من الغازات السامة يلي كمان بدورها بتسبب ساركومة كل انفجار أو كل توليع مش توليع الدوليب مش توليع الزبالة مثل ما نشوفهم بالمكبات كلهم هؤل اللي بيقدروا يعملوا برودويت توكسيك بنتنفسهم أو بفوتوا من وراء الجلد على الجسم يعني نحن كان عنا بها نحن معرضين نعمل كانسر باللبنان أكثر من غيرنا ودجاء لبنان منعرف كلنا أنه عنا نسبة كانسر صارت عم تتفوق بقية البلاد بالشرق الأوسط لأنه لأنه البيئة عنا مش نضيفة لأنه منحرق زبالة منحرق بلاستيك دولي منحرق دوليب منعمل انفجارات منعمل حروب وللأسف وكل هالتداعيات هيدول من أسباب الساركومة نعم دكتور يعني كل هالقصص ما رأنا فيهم هالسنتين يعني للأسف وأكتر كمان وبالإضافة يعني عبالي هيك علق شوية على موضوع انفجار بيروت لبعد لليوم مش متفقين أصلا على المواد اللي انفجرت يعني يعني برأيك أول شي هالمواد اللي انفجرت شو فيها داخلها وقدية ممكن تكون عم بتسيب المواطن وعلى أي مساحة أهلا أنا من أخصائي انفجارات وتفجير بس فينا فينا كل انفجار في ديوكسين أو فينيل كلوريدرات في يعطي أمراض خبيثة وهالانفجار في برودويتين اللي تسمى أرسونيك يعني كل هالتوكسيك فيها تفوت على جسم الإنسان والكانسير ما بيبين بسرعة بده سنين تابلش يبين بالأجسام الآن السؤال إذا في ريسك الناس يعملوا كانسير من وراء انفجار بيروت ما فينا يكون نيجاتيف مية بالمية لأنه أنا ما بعرف شخصيا شو فيه هالانفجار شو البرودويت السامي الموجودة فيه بس كل انفجار برودويتوكسيك فيه أثر على الشعوب يلي تنفسته وكانت كونتاكت قريبا منه على كل حال المواد اللي اشتعلت من جراء الانفجار هي يعني مواد فيها بلاستيك فيها كوتشو فيها كل شيء بلاستيك وكوتشو بيقدر يعمل أمراض خبيثة بينات ونساركو مالا عم نحكي عنه نعم بدنا نحكي شوية عن العوارد بدنا نحكي شوية غير بالرأس بيصيروا يحصوا واجع رأس قوي أو بدوخوا بينعمل سكانير أو إيران بيشوفوا في ورن بالدماغ بس بقية الجسم ببين درنة هالدرنة بتصير تكبر بينتبه المريض إنه كرمالة عم تكبر ساعتها بروح يشوف حكيم مش ناك الناس لازم يعرفوا إنه ما ينطروا مثل هونا شايفة على الإجر وعا أطراف الإيدين في ورن بلشتكبر الناس بصيروا يستشيروا بعضهم بقلوا هاي دهنية ماشي مش كل درنة بتكبر بالأطراف لازم يشوف هو يشوف حكيم نعم هالدرنة فيها تكون ساركومة ما بد نخوف الناس كتير بس خدوا رأي طبيب أكيد هلأ الطبيب بريعمل صور إذا على الصورة بيّن نوعه نحن على الصورة على الإيرام والسكانير مناخد فكرة شو هو الورم ياب ينطلب بايوبسي يعني خزعة ياب ينطلب استقصالة دغري هلأ السئيل بالبطن بالبطن في سؤال كبير إذا بيّن ورم كبير لازم ينعمل له بايوبسي أو ما لازم ينعمل بايوبسي هاي دي بعدها لحد هلأ ديسكوسيون كبيرة بس البيوبسي منخاف ما نحن وعن نفخط الورم نعمل انتشار حوالي هاي ده شيء ما منحبه جراحيا لأنه العلاج الأساسي للساركومة إن كان بالأطراف أو بالبطن أو بالصدر هون لازم ضوّع النقطة استقصال الساركومة خاصةً وقت تكون صار كتير كبير بده أخصائيين وجراحين متخصصين شوي بجراحة الأورا لأنه في بعض الحالات بيكون الورم كتير كبير مثل هون هو السكانير وإيرقام لأطراف ولبطن بنشوف الورم كتير كبير بفوت جراح بيقول اف هاي ده كتير كبير ما فين نستقصر له بيبعطه ويعمل علاجات تانية ومفات هيدا ملاح يصحح المريض وقد يكون المريض عنده هاي أجنس أورام كتير كبيرة وإخده أكتر من ربع البطن أو التمير صار كبرا أكتر من خمسة وعشرة سنتيمتر لازم يتوجه لأخصائيين بهالجراحة ليش لأن هذا الورم فيه يكون فايد بالمصارين بالشريين يكون ضار عدة أعضاء حواليه بقى الجراح لازم يعمل استقصال تيم راديكال إذا منا راديكال وبقي درني صغيرة بالبطن بده يرجع يفريخ سألت الساركومة إنه بفريخ بيرجع يعاود مش إنهيك الجراح لازم يكون كتير أجريسيف وقد ما فيه يعمل استقصال تيم راديكال على الآخر مش لأنه في درني لقى صعب نشيلها من تريكا لا لازم تنشيل إذا ما شلنا كل شي يعني نحنا أكيدين المريض بده يعاود الساركومة ببطن مش إنهيك عنا مرضة عملي لهم خمس ست سبع عشر عم 12 عملية كل ما يرجع يفريخ الساركومة لازم يرجع ينعمل عملية بدي أقول نقطة صغيرة الأرار إذا بينعمل عملية أو لا مش لازم يتاخد بس من وراء الطبيب المعالج أو حتى الكنسيرولوج أو الحكيم التصوير لأنه هو عادة اللي بيأخذ الأرارات يتستيم فريق مألف من الحكيم التصوير من الكنسيرولوج حكيم الأورام جراح أورام وجراح وحكيم مخصص بالعلاج الشعاعي الراديوترابي دونك هو 60 فريق بدي يأخذ الأرار ما فينا واحد من هالفريق يقول لا ما بين عمل عملي الأرار النهائي لا الاستقصال التام أو لا بدي يكون للجراح المتخصص بهالجراح بدي أحكي عن علاجات الدفين يكونوا بديل عن الجراحة بس قبل دكتور عندي سؤال بالنسبة للعوارد هل الساركومة كمانا بتعمل ذات العوارد مثل أي نوع سرطان يعني بيكون فيه يمكن بيضعف الشخص بيتعب بيضوخ بيضعف 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 بيصير عنده يمكن هالسكنراش الحساسية الجلدية وغيره ممكن يصير أكيد أكيد الساركومة فيه ينزف بالبطن فيه بالأطراف هو عم بيكبر فيه يهر الجلد فيه يعمل نكروز حواليه فيه يعمل فيه يفخط المصارين يفوت لجوة ويعمل نزيف ويبعط الناس اللي عندهم مثل جيست بنشخصه من وراء نزيف من المصارين أو من وراء استفراغ دم بيكون ضارب المعدة أو ضارب المصارين أكيد بيحسوا تعب أكيد بيحسوا انحطاط بيكونوا بال أوقات لأن بيكون عندهم فؤر دام بيكون ما بقى عندهم أبيتي للأكل فيه تخفي الأبيتي للأكل في كتير عوارد براليل بتخلي المريض كمان يشوف الحكي هو منفضل يتشخص الساركومة أول إطاب يعني ما يكون بعد كبر كتير تنقدر نعمل استقصال تنخفي فريسك معاوضة المرض دكتور بين العلاج والجراحة أي لازم يسبق هل ممكن العلاج بس أو جراحة بس أو لازم يكونوا مكملين بعض الساركومة قلت علاجه هو الجراحة أول علاج هو الجراحة قبل كل شي هلأ بالحالات يلي بيرجع يفرخ الورم أو في انتشار للورم ضارب الكبد ضارب هون العلاجات الباقية فيها تشتغل وفيها تساعد المريض تتخفف سرعة تطور الكثاركومة بجسمه دونك في الشيموترابي يلي هي بيهتم فيها حكيم الكنسر في الإيمينوترابي في التراجد الترابي هل عدة أنواع علاجات فينا نستعملها تنخفف تطور الكنسر وفي الراديوترابي يلي فيها كمان عدة عدة أنواع راديوترابي مثل عي أم أرتي وغير إشي بيحكوا عنها بيبقوا بس ممكن نعمل الجراحة بلا علاجات ممكن الشخص ما يحتاج للجراحة القرار بدي يكون بين التيمية اللي قلت لك عنها بس إجمالا في هيك حالات إذا الجراحة تيمة معنات أربحنا المعركة فوق 80% 90% بس أفضل دائما ينعمل علاج تيكمل الجراحة عم برجع عيد تنخفف تنبطئ نسبة إعادة يرجع يفرخ الكنسر سألت السركومة بقدي نسبة نسبة كبيرة 100% يعني صف إذا الاستقصال كامل وكانت الدرنة صغيرة وقت اللي تكشفناها وهيدي مش دائما هيك الوضع للأسف مش نرك لازم نضوع هالقصة هؤلاء الورامات والدرانات ما تهملون شوفوا حكيم يعني أغلبية الأوقات مثل ما عم نقول بيعاود الكنسر بس إذا رجع عاود ممكن نرجع نقالج إعادة جراحة منظل نعمل جراحة طول ما فينا نعمل استقصال لازم نعمل استقصال وبيمشي مع العلاج الكيميو تيرابي والراديو تيرابي طب دكتور إذا اتدأ بالأعضاء الحيوية شو بيصير بهذا الحال لأن أكتريت الأوقات عنا هيك حالات السركومة وقت يكبر كتير بالبطن بيضرب الكلوة بيضرب الطحال بيضرب البنكرياء بيضرب باقية المصارين اللي حواليه وقت نفوت على العملية بلنعمل استقصال لكل هالأعضاء أوقات منطلع عاملين استقصال للكولون للمصران الرفيع لشقف من المعدة شقف من البنكرياء شقف من الطحال شقف منشيل الكلوة أوقات بيكون فيد بالشريين الأساسية تبع الجسم الأورد والأرتير لا نستعين بجراح أخصائي بجراحة الشريين منطلع أوقات نقص شقف من الشريين نرجع نوصلها جراحها فيها تكون كتير كبير السركومة كلما المريض كان صغير بالعمر لازم نطاحش فيها على المكسيموم وقد ما فينا نجرب نقول مش نقطع الأمل ما فينا نعمل عمليات لازم نطاحش بالعمليات نكون أجريسيف حتى نكون أكتر من جراح جراحين كل واحد عنده اختصاص بالدمان معين حتى منتوصل بالأطراف أنه نعمل بطر للأطراف نمنع معاوضة السركومة لأن بيدرب العضم والعضل والعصب والشريين يعني منشيل الورم بيكون ضارب دجا الشريين بيرجع بفرخ أوقات منضطر نقص الإجر نقص الإيد أي صراحة السركومة فيه يكون كتير مئزة كل ما نقدر أن شخصه عبكير كل ما نقدر نعطيه شانس للمريض نصححه منه يعني دكتور اليوم التوعية هي مهمة كتير مهمة كتير خصوصة ببلد مثل لبنان يعني اليوم كل ما شخص حقيقة حس أو شك بشي ضروري ما يهمل وضروري يروح يعمل كل الفحوصات اللي لازمة عنا مشكلة في لبنان مع الوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه هلأ الناس ما بقى عم بروحوا بسرع عند الحكيم تيجربوا لأنه ما عندهم الإمكانيات مادية بعرف مشن هيك عم نشوف أكتر وأكتر حالات لبستاد متقدم هذا منصير صحب كتير علينا نقدر ننهي المرض من أول عملية مشن هيك كمان بدنا نواجه تحية جديدة لكل الجمعيات بشكل عام لجمعية باربرا نصار بشكل خاص لأنه عم بيقوموا بمجهود جبار لحتى يقدروا يكونوا عم بيحلوا محال هالجهات الرسمية اللي لازم تكون ضامنة هي تيقدروا الناس وعم بيعالجوا كل أنواع الكانسير وعم نعمل حلقة التوعية كتير مهمة للناس صراحة عم بيعملوا جهد كتير كبير دكتر رجا وكيم أنتو كمان يعطيكن ألف عافية عم بتعانوا كتير الجسم الطبي والأطبة تحية لألكم عم نعيني كتير نحن مش رحقلك بكيف بس عم نعيني صحيح وكلنا صرنا عم نعرف كمان أدافة معاناة عند شعب لبناني بشكل عام عندكم بشكل خاص أهلا وسهلا فيك يعطيكم ألف عافية وإلا يقويكم دكتر رجا وكيم شكرا لألك رح ناخد وقفة ونرجع